السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي و قناتكم سالي اوفيسيال كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير و على خير كيف تشاهدوا في فيديو اليوم ان شاء الله هادي نحضر معكم واحد البيتزا كجي رائعة بواحد اللاجينة ليها كجي خفيفة و رطبة و كذلك بواحد الحشوى بمكونات اللي بقولي في اخر الشهر مكونات يعني متوفرة فقال كوزينة دينا طريقة بسيطة و سهلة فخليكم معايا باش تعرفوا طريقة التحضير والمقادر فبنسبة العجين عندي هنا جوج كيسان طحين دقيق الفرص فبنسبة الكيسان و خمي يكونوا الشيني نفس الكيسان اللي عندي فبنسبة الدقيق يبقى نفس القياس يعني دي الكيسان اللي درتيه و بشك تتعبري جميع المكونات فعندي هنا اربع كاس ديال الزيت وعندي رسم العلقة سكر ثانيدة قبصة الملحة والصحتار وعندي خميرة ديال حبيبات الخبز فبنسبة خميرة الخبز سوف نغربه الدقيق فضروري لا نغربه الدقيق كي نحصل الى واحد اللي جينا يعني البيتزا جينا خفيفة يعني كنصبو جميع المكونات هنا كنت لنا قبصة الملحة طبعا ملحة لحسب الضوء وصحتار ورسم العلقة صغيرة ديال السكر ثانيدة ونصبو تلك الربع كاس نفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق نغربه الربع كاس ديال الزيت او زيت نباتية او زبدة مدابة فكي يبقى نفس الربع كاس ديال الزيت فبنسبة للقياس ديال الدقيق ودرت هنا احضر سميع القصغيرة ديال الخبز ندمج المكونات يحضر السكر ونقبض الرجينة نجمعها بالماء ونقبض الرجينة لن تكون الشخصة ونقبض الرجينة نجمعها في الصبعات لنبقى الطحين المكور نجمعها في الصبعات نجمعها نجمعها ترتاح اضعها نجمع البيزة قمت بزيت زيت في المقلة هذا الرجل والفلفلة نسيح فلفل سمجر حزوه اضع الفلفل وصفرات اضع الشمبينيو اضع الفلفل شمبينيو نقطع فلفل نضع الملح نقوم بزن لكي تفضل بلد شففها فقط واتفع ثلت قمت بلد خفيفة في موضوع وفي حال ما حدثناها جيدا فنجمعناها نحن نقوم بسطح العمل بالدقيق فهو ليس ضروري فهو ليس لدينا تلتسق لنا لدينا زيت لن تلقيها حسب الحجم اللي نريد ففي نسبة لعجينة لا تحتاج الى رقيقة كثيرة فالتالي نضيفه من اللي نتلقي العجينة كثيرة فكتبت من المقرملة قصحة وعلى عجينة تلقيها كثيرة فعلى عجينة رطبة وخفيفة فنجمعناها بكثير فنجمعناها بشكل سمك فنجمعها بشكل سمك فنجمعها بشكل سمك ونجمعها بشكل سمك طبعا نجمعها لحسب الحاجة فنجمعها فأنا نضيفها وضعتها في المقرم ثم قطعت الجواني بالزائدة وقطعتها بسبعاتي فأنا نظيفها وضعتها فنجمعها فنجمعها 20 دقائق فنجمعها فقط فتنجمعها ثم قطعتها فنجمعها ونحيطها نعمر البيتزا نعمر البيتزا نعمر البيتزا نضيف البيتزا نضيف البيتزا نضيف البيتزا وقت Bir Z ، فلنضيف البيتز بنا من البيتزا نضيف البيتزا نضيف البيتزا نضيف الخليط نضيف الخليط والشومبينيو والربيع والمليحة والبصار نضيفه في الأول البيتزا نضيف دائما تبقى العمارة البيتزا لحسب الوشو طعم ويجب تضيف الطن يجب تضيف ويجب التصوير ويجب تضيف مع الطن البيتزا الأفضل اضعها بالطن اضعها بالطن اضعها بالقناة برينجال 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 اضعها بالطن اضعها بالرابد في صندوق الوصف اضعها بالطن اضعها بالطن فمضوح القطف بها تقوم الوصف لتقوم الوصف نحن كم تديم المكونات ولا تستخدم الوصف الوصف بعد تستخدم الوصف اضعها قليل اضع الدول الى الفرماج اضع احجنا اضع الدول الى اعجاب لكم وكذلك تجربوا البيتزا على طريقة لي فانطلقوا ان شاء الله فيديو جديد فرجة مزيدة اشتركوا في القناة